اشتركوا في القناة انو مش فاهمين كيف نحول من وحدة الى اخرى جدا سهل وبسيط تابعوا معي جدا بسيط دايما نبدأ بسم الله نتوكل على الله طالب كيف الطريقة لو طالب بنا يا اصدقائي مثلا هذا الجدول بدا يكون حفظ للأسف الشديد تكون حافظه طالب بنا على سبيل المثال حول لي مثلا 3 كيلو الى على سبيل المثال السنتي طالب كيف الطريقة نضع هنا 3 كيلو ونقل ضرب لا تحفظ الدرج هناك 6 7 درج لا بلزم درج ولا بلزم شي طالب كيف بعملها اذا كيلو في الباست نضع كيلو في المقام ونضع سنتي في الباست الان يا اصدقائي نأخذ زاوية بسيطة ونقوم يا اصدقائي بقسمة الكيلو على السنتي واضح دائما كيلو على سنتي بهذا الشكل فكم الكيلو يا اصدقائي الكيلو هي 10 قوة 3 على السنتي اللي هي 10 قوة سالب 2 لا ننسى في الرياضيات بأن الأسوس في حالة القسمة تطرح ليس كذلك فنقول هي تصبح 10 3 ناقص ناقص 2 وتساوي 10 قوة ماذا قوة 5 واضحي اصدقائي هذا الرقم 10 قوة 5 من اين اتى 3 ناقص السالب 2 بهذا الشكل من اين جلبت العشر قوة 3 هي الكيلو يا اصدقائي هنا من الجدول السنتي 10 قوة سالب 2 فكم تساوي 10 قوة 5 فنضح هنا يا اصدقائي 1 كيلو ونضح هنا 10 قوة 5 بهذا الشكل اذا كيلو مع كيلو تذهب 3 ضرب 10 قوة 5 هذه الاولى ناخذ مثالا اخر جدا سالي اصدقائي اي وحدة تريد ان تحولها مثلا اريد ان تحول لي 15 نانو الى ماذا اريد ان تحول لي اياها الى هكتو بهذا الشكل ايضا يا اصدقائي تقول لي والاسهل منها نضع 15 ونضع نانو في البسط نضع نانو في المقام ونضع هكتو في البسط نقوم بالضرب بهذا الشكل وناخذ غيمة صغيرة نعمل يا اصدقائي نضع هنا يا اصدقائي نانو تقسيم ماذا تقسيم هكتو نانو تقسيم هكتو كم النانو يساوي اصدقائي الجدول النانو هي 10 قوة سالب 9 والهكتو يا اعزائي هي 10 قوة 2 احد قال لي بان الاسس في حالة القسمة تطرح فنقول 10 سالب 9 ناقص 2 ويساوي 10 قوة سالب 11 فنضع هنا يا اصدقائي ماذا 10 هنا 1 ونضع هنا 10 قوة سالب 11 نانو معنى نانو تذهب ويساوي 15 في 10 قوة سالب 11 حكتو جدا سهل وبسيط واضح يا اصدقائي ناخذ مثالا اخذ امثلة ما لا تريد كل نفس الحكي نفس الطريق جدا موضوع سهل وبسيط مثلا بدي مثلا ثلاث دكا على سبيل مثال حاولي يا لفهمتو تمامي اصدقائي نضع ثلاثة نضع دكا نضع في المقام ماذا دكا ونضع في البسط فيمتو بهذه الطريقة لاحظوا يا اصدقائي بان الواحد دكا من القسم علي هاي نقول دكا تقسيم فيمتو فنقول يا اصدقائي كم الدكا هي عشرة وهي عشرة يعني عشرة قوة واحد اذا لم يكن هاي فيمتو يا اصدقائي التي هي عشرة قوة سالب خمسة عشر نضرعها مع بعضها نقول عشرة واحد ناقص ناقص خمسة عشر ويساوي عشرة قوة ستة عشر بهذا الشكل ونضع هنا عشرة قوة ستة عشر ويساوي دكا ما دكا تذهب ثلاثة في عشرة قوة ستة عشر فيمتو واضح يا اصدقائي مثال اخر خذ امثلة مهما تريد نفس الطريقة اعملها ولا توجع قلبك ولا توجع راسك بهذا الشكل جدا سهل وبسيط هنا يا اصدقائي مثلا نريد ان نعمل اي شيء مايكرو الى نانو تمام اي مثلا نريد ان نحول خمسة مايكرو الى ماذا مثلا الى نانو واحد يقول لي ولا اسهل منها كيف بعملها نقول هنا خمسة مايكرو نضع تحت مايكرو ونضع في الاعلى نانو بهذا الشكل نضع ضربا لاحظوا يا اصدقائي هنا نعمل غيمة بهذا الشكل يا اصدقائي اذا ما اردت ان احول مايكرو الى نانو كيف احول المايكرو الى نانو نقوم بقسمة المايكرو على النانو ها في الغيمة كم المايكرو يا اصدقائي هي عشر قوة سالب ستة تقسيم عشر قوة سالب تسعة ويساوي هي عشر ناقص ستة ناقص ناقص تسعة ويساوي عشر قوة ثلاث كيف اصبحت عشر قوة ثلاث سالب السالب موجب مديون في ستة ومعك تسعة فاي سد الستة فيصبح ثلاث فنقول لأصدقائي بان الواحد مايكرو يساوي ماذا عشر قوة ثلاث نانو فهي خمسة ضرب عشر قوة ثلاث طبعا مايكرو مايكرو تذهب نانو بهذا الشكل جدا سهل جدا بسيط الموضوع ليس صعبا كما شاهدنا هذا بالنسبة الى المايكرو والنانو اذا باختصار نلخص يا جماعة الخير اقسمهم هنا على بعض هاي مثلا من ديكة لفمتو اقسم ديكة على فمتو من مايكرو لنانو اقسم المايكرو عن نانو من الجد والخوذ هون بيطلع معك وضرب في هذا العدد وريح راسك سهل جدا وبسيط بالنسبة يا اصدقائي لاشياء اخرى مثلا يعني اشياء ابسط من هيك كيف يعني لو هدثنا لنعطاك زي سؤال الكتاب 6.4 لتر وحول ليها الى ميلي لتر صح ولا لا تقول مئة بالمئة ما هي اصدقائي المقول 6.4 لتر نضار اذا ما كان اللتر في البص نضع اللتر في المقام ونضح هنا ميلي لتر وليس كذلك نأخذ زاوية بسيطة يا اصدقائي ونقول لتر تقسيم ميلي لتر اللتر هي واحد والميلي لتر هي عشر قوة سالب ثلاث واخرج هون بالأعلى لماذا يا اصدقائي بتصبح واحد ضرب عشر قوة ثلاث اذا ما غيرت البص المكان القوة غير اشارتها من البص الى المقام فتصبح واحد ضرب عشر قوة ثلاث وهي عشر قوة ثلاث لماذا لم تضع الواحد يا اصدقائي لانه واحد ضرب ايش بطل زي ما هو فهنا عشر قوة ثلاث اذا ضرب التاب تطلع 6400 ميلي لتر لانه لتر مع لتر بيروح واضح يا اصدقائي بهذا هذا اسهل من قبل بس نفس الفكرة اي اشي بنفس الطريقة لاحظوا هنا يا اعزائي مثلا لو اعطاك امثلة بهذا الشكل سؤال مثلا ايه هنا لو اعطاك احد وتكلم لك اعطني 72 كيلو متر لكل ساعة وحول ليها الى متر لكل ثانية تكلمنا بتجد حكي لما انت حضرت الحصة منطقيا الاساسية وحكيت لانه خلاص بس اقسمها ثلاثة فاصلة ستة بحكي لك بس ليش يعني خسمنا ثلاثة فاصلة ستة بقول 72 كيلو متر لكل ساعة طلع كيف بشتغل انا هاي كيلو متر لكل ساعة ضرب لاحظوا يا اصدقائي بان الكيلو متر في البسط نضع الكيلو متر في المقام ونضع هنا المتر لماذا وضعنا متر الذي تريد ان تحولها وهنا الساعة يا عزي في المقام نضع الساعة في البسط ونضع هنا الثانية لماذا وضعنا ثانية الذي تريد ان تحولها لو دقيقة تضع هنا دقيقة شو ما غير لخلص انتفاهم طلع يا جماعة الخير بتقول لي كيلو متر لا متر انا بعرف يعني دون ما ارجع للجدول بحكي لك الكيلو متر كم من متر يا اصدقاي الف هي واحد كيلو متر يساوي الف متر والواحد ساعة كم من ثانية ثلاثة الاف وستمئة ثانية بهذا الشكل من وين جبنا الالف يا جماعة الخير الكيلو متر الف متر من وين جبنا ايش ال3600 الساعة تساوي 3600 ثانية أو 60 ضرب 60 الآن شطب لك الصفرين ما حاي ما حاي بتروح بضل اللي هي 720 72 ضرب 10 720 على 36 ويساوي لي 20 متر في الثاني بهذا الشكل لو هذا جاء طاك شي زي هيك حول لي مثلا 6 كيلو جرام ضرب سانتي متر مكعب ل ثانية ثربية على سبيل المثال حول لي يا أصدقائي إلى لا أو خلينا نعمل هيك لم كيلو جرام دوت متر مكعب لكل ثانية تربيع حول لي يا إلى غرام ضرب سانتي متر مكعب على ثانية تربيع بهذا الشكل طلا ما بيخوفني بحط 6 كيلو جرام ضرب متر مكعب على ثانية تربيع ضرب لاحظوا يا أصدقائي كيلو جرام في البص نضع كيلو جرام في المقام وتتحول إلى ماذا إلى غرام وهنا يا أصدقائي متر مكعب في البص نضع متر مكعب ماذا في المقام ونضع هنا سنتيمتر مكعب هذا عليك أن تكون حذرا من الثانية أعزائي بقيت ثانية فلا داعي لوضحها لو بدك تحولها بدك تحولها في البص وتحط البص تحول لها بص ضلت زي ما هي المتر المكعب كم من سنتيمتر مكعب تقول لي المتر يساوي مئة سنتي صح أو لا نعم ولكن هنا مكعب بس حط عليها تكيب واضح بس حط عليها تكيب بهذا الشكل تمسك لها الحاس بها حلو 6 ضرب 1000 وتضرب ليه في 100 تكيب إذا بتعملها بالآلة الحاسبة 6 في 10 قوة 9 غرام ضرب سنتيمتر مكعب لكل ثانية تربية بطلع معك بهذا الشكل لماذا طلعت بهذا الشكل على الحاسبة يا أصدقائي تمام جدا سهل وجدا بسيط إذن كملخص دقيقة واحدة بدأ يتحول من أي وحدة لأي وحدة استخدم الطريقة هاي قوم بقسمة الوحدة على الثانية بغض النظر أكبر وأصغر ونساكم من الدرج وطريقة الدرج وطالع ونازل وضرب وقسمة والهبل هذا كلها طريقة واحدة يعمل بهذا الطريقة ويخلف عليك افهمها بتريح عليك في الأول الثانوي وبتريح عليك بالتوجيه ديروا بالك يا شباب حاول إعمالها جدا سهلة وجدا بسيطة بتجربها بتخسرش إذا عجبك الفيديو لا ننسى زر اللايك نراكم إن شاء الله في دروس قادمة بحفظ الله ورعايته